أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فكحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك ثراظاً مستقيماً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك ثراظاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً هو الذي أنزل السكينة في حلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار صالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً ويعذب المنافقين والمنافغات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيراً ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذره وتعقره وتسبحه بكرة وعصيلاً إنما الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن مكث فإنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً سيقول لك المخلكون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم براً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبير سيقول لك المخلكون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم مراً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون قبيراً بل ذننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم طوماً بوراً بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون والمؤمنون إلى أهديهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم طوماً بوراً ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للقافرين صحيح ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يجاء ويعذب من يجاء وكان الله وفوراً وظحيماً سيقول المقلكون إذا ضلقتم إلى مغانماً لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يقربون إلا قليل سيقول المقلكون إذا ضلقتم إلى مغانماً لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يقربون إلا قليلاً بل تحسدوننا بل كانوا لا يقربون إلا قليلاً قل للمقلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاطلونهم أو يخلمون فإن تضيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوه كما توليتم من قبله يعذبكم عذاباً أليماً ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يضع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار ومن يتولى يعذبه عذاباً أليماً لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومغالم كثيرة يحقنونها وكان الله عزيزاً حكيماً وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم زراغاً مستقيماً وأخرى لم تقدروا عليها فدعاك الله بها وكان الله على كل شيء قديراً ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدباراً ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدباراً ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدباراً ثم لا يجدون وليا ولا مصيرا سنة الله التي قد خلت من قبله ولم تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معفوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يجاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يجاء له تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المهنلين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المهنلين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلطين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا طريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزره على الدين كله وقفى بالله شهيدا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزره على الدين كله وقفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أجداء على الكفار رحماه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلذ فاستوى على سوقه يعجب الضرع ليضيذ بهم الكفار وعد الله الذين آملوا وعملوا صالحاته منهم مغفرة وأجرا عظيما شكرا 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 شكرا